على ما وصفوه بالهجوم اللفظي الذي شنه عليهم الرئيس السابق علي عبدالله الصالح حيث وصف ثورتهم بأنها ثورة البلاطجة والتخلف متعهدا بكشف أوراق الربيع العربي وخاصة في اليمن المزيد في تقرير مراسلنا عبدالله غراب بن صنع الوسطية هو اسم الحزب السياسي الجديد الذي بدأ مؤسسه أول خطوة عملية لإعلانه في اليمن يرى البعض توجه المستقيلين من قيادات حزب المؤتمر الشعبي لتشكيل أحزاب سياسية جديدة كحزب الوسطية وقبله تنظيم العدالة والبناء يرى فيه ردا عمليا على إصرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح على قيادة حزب يتهاوى بحسب وصفهم أمام احتجاجات شعبية أطاحت به كرئيس للبلاد الرد لعلي صالح على إصراره في خطابه الأخير على الإمساك بزمام المؤتمر الشعبي العام وأيضا أتى هذا اللقاء التشاوري لسد الفراغ السياسي الموجود في هذا البلاد تأتي هذه التطورات بعد ساعات من هجوم حاد شنه الرئيس السابق على دولة قطر ومعارضيه وعلى شباب الانتفاضة أي ثورة يتحدثون عنها ثورة البلاطجة ثورة التخلف خوانة وعملاء وسنتحداهم إذا لم ينصعوا إلى الشرعية الدستورية ردود فعل شباب الانتفاضة وقيادات المعارضة اليمنية على الهجوم اللفظي الذي شنه عليهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح أعاد المشهد اليمني إلى مربع التجاذبات والمهاترات الإعلامية تكمن تلك التجاذبات في ردود الفعل لدى شباب الانتفاضة وقيادات المعارضة فالمعارضة أكدت أنها لن تشارك في الحوار الوطني إذا استمر صالح في ممارسة العمل السياسي بينما عبر شباب الانتفاضة عن استيائهم من خطاب صالح إذا كرر ذلك فنحن في الشباب في الساحات الآن نعاود ترتيب صفوفنا وسنزحف لن نقول بزحف لكننا سنسير بتظاهرات حاشدة إلى مكر إقامته وإلكاء الكبض عليه وتسليمه إلى كضاء عادل ولن نأبه بذلك أنصار صالح وكيادات حزب المؤتمر الشعبي تحدثوا عن تهديئة إعلامية اعتبرها البعض تناقضا مع تصريحات صالح نحن بحاجة إلى الإخاء وإلى التعاون وإلى التغليب قيم الحب أما كيادات المعارضة فقدمت تفسيرها الخاص لإصرار صالح على ممارسة العمل السياسي أي عمل من شأن التفاف على المبادرة الخليجية وعلى هذا الخروج المشرف معناه أنه سيتصاعد العمل الثوري ويمضي إلى منتهى ويكون مصير مثل مصير كل الرؤساء المخلوعين الآخرين تصريحات صالح أحدثت الكثير من الجدل وحملت معها الكثير من الرسائل لمعارضيه وللوسطاء الإقليميين والدوليين الذين أشرفوا على انتقال السلطة في البلاد عبداللغراب بي بي سي صنع